النظرية الثالثة إن لم تحلم به فكيف ستحققه؟ الأخلام الكبيرة كثيراً ما تنتهي بإنجازات متوسطة أما الأخلام المتواضعة فتنتهي خطماً بإنجازات تفيها الأخلام الصغيرة تعمي بصرك عن الاحتمالات الكبيرة أما الأخلام الكبيرة فتقودك لأثاق لم يحلم بها مغظم الناس حولك حين تحلم بقرس غيش ستحصل في نهاية على كسرة خبز ولكن حين تحلم بمصنع مغجنات لن تنتهي بأقل من متجر فضائر الشضحون في أحلامهم هم من يقودون نحو المستقبل أما العقلاء والمتحفظون فبالكاذ ينجحون في قيادة أنفسهم لم أدرك شخصياً أبقرية مصطفى محمود إلا حين ألف فيه أحد النقاض كتاباً لعنوان شطحات مصطفى محمود لم أدرك عظمة الروايات العلمية إلا حين حلم كتابها وتنبأوا قبل زمن طويل بما تحقق هذه الأيام وأنت من جهتك يجب أن تكون خالماً كبيراً إن أردت إنجازاً عظيماً يجب أن تكون صاحب أحلام كبيرة وخيالات جريئة لتصل في النهاية إلى إنجازات حتى وإن كانت أقل من طموحاتك أفضل من جميع المترددين حولك وحين يستمع لديك الحلم مع قوة الإرادة لن تحقق أهدافك فقط بل ستجبر العالم على اتباعك واللحاق بك انظر إلى داعية الحقوق المدنية مارتل لوثر كينغ وكيف قدم للسود حلماً بإمكانية مسواتهم مع البيض في أمريكا في خطبته الشهيرة لدي حلم التي ألقاها عام 1960 انظر إلى كتاب الخيال العلمي وكيف قدموا لنا أخلاماً من الصابح حتى تخيلها زمن طرحها لأول مرة مثل الطيران والصعود إلى القمر وتحول العالم لقرية إلكترونية صغيرة ففي عام 1765 مثلاً كتب الفرنسي جول فيرن رواية بعنوان رخلة إلى القمر وبعده بمئة عام تقريباً انطلقت أبلو 11 لوضع أول إنسان على القمر كتب عن اختراع الخوصة النووية قبل ظهورها بثمن طويل في رواية 60 ألف فرسخ تحت البحر وحين ظهرت بالفعل أطلق عليها الأمريكان نفس الإسم أما الدوس هيسكلي فتنبأ عام 1932 بظهور أطفال الأنابيب في رواية عالم جديد شجاع وتنبأ الإنجليزي أرثر كلارك عام 1980 بظهور الأقمر الصناعية وشبكة الأنترنت في رواية الوالد المرعب وما فعله هؤلاء الحليمون أنهم قدموا لنا أخلاماً استثنائية وخططاً مستقبلية شذبت القلماء والأوساط العلمية باتجاه تحقيقها أيضاً لاحظ معي أن الإنجازات التاريخية العظيمة تقف خلفها شخصية عظيمة غرزت في أتبعها الحلم والإيمان وإمكانية الإنجاز لاحظ مثلاً كيف شكلت نبوآت المصطفى صلى الله عليه وسلم بالفتوحات التالية لوفاته ذاتعاً لأصحابه باتجاه تحقيقها فالعرب كان وخط موعد البعثة النبوية قبائل متفرقة وأحلام مباثرة ولم يتصوروا أبداً مقاراعتهم لأقوى إمبراطوريتين في ذلك الزمان الروم والفرس غير أن إيمانهم برسالتهم وثقتهم بالتغلب عليهم ارتفعت بفضل سلسلة من الأحاديث النبوية بفضل سلسلة من الأحاديث التنبؤية المدهشة مثل قوله لأصحابه إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وقوله أيضاً إذا هلك كسر فلا كسر بعضا وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعضا والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وأيضاً قوله إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأخصنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين قال لتفتحن القسطنطينية ولنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش وهذا الحديث بالذات استدعى محاولات كثيرة من الخلفاء الأمويين والعباسيين علهم ينالون شرف هذه النبوءة حتى تحققت على يد محمد الفاتح ورغم عدم نية المسبقة بالخوض في الأحداث التاريخية والنبوءات الغنمية ولكن لا بأس بذلك في حال أقنعتك بضرورة وجود حلم فردي يحثك على أي إنجاز عظيم فحين تصنع حلمك الخاص تكون قد قطعت شوطا كبيرا في إنجازه وكلما صنعته كبيرا كلما كانت الناتجة أكبر من المعتاد وإجراءات تنفيذه أسهل من المتوقع النظرية باختصار لا يمكن إنجاز حلم غير موجود أو تحقيق هدف لا يشغل بالك ضع أحلاما كبيرة لتصل في النهاية إلى إنجازات أقل من طموخاتك ولكنها في النهاية أفضل من بقية الناس الأحلام الكبيرة قد تنتهي بإنجازات متوسطة ولكن الأحلام المتواضحة ستنتهي خطما بإنجازات تفيها